السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلاب التسنوي معكم مستر احمد عاطف. والفيديو النهاردة ان شاء الله يا محترمين انا نتكلم على محاضرة صغيرة جدا. بنتكلم فيها عن القدرة الكهربية. صلي كده عن نبي وركز معي. ايه ايه يا مستر احمد القدرة الكهربية. لابن المزلاء بالرمز بي دابليو. صلي كده عن نبي وركز معي. اتخلي كده معي يا محترم انت مسلا معاك اه لمبة بالشكل ده. واللمبة بتاعتك دي لو انت جيب بسيط على محتويات العلبة بتاعتها عدت ليه بيقولك ان اللمبة دي لها قدرة معينة بتشتغل عليها. مسلا يقولك دي تلاتين واط او عشرين واط. او مسلا بيقولك اه ميتين واط وهكزا. بيكون في حاجة اسمها قدرة للايه? للجهاز بتاعك. طب قدرة الجهاز بتاعي ده طبعا اي جهاز عندك بتدخله طيار كهرابي. وبيكون فيه فرق جهد بين طرفين الجهاز بتاعك. جميل. يعني كان فيه بطارية وانت بتدخله طيار ايه? كهرابي. اي. وطبعا يا محترم انت عارف ان الجهاز بتاعك اللمبة بيكون مقاومة كهربية. جميل اوه كلام ده مسلا احمد. طب انا قدر احسب ازاي القدرة الكهربية بتاعت الجهاز بتاعي لو بيشتغل بها. فقال لك القدرة الكهربية المحترم بتاعتك بتتحسب عن طريق ضرب شدة الطيار اللي داخل الجهاز بتاعك في فرق الجهد بين طرفي الجهاز بتاعك. جميل اوي. يبقى القدرة الكهربية عبارة عن الاي في الاي? في الفي. طيب لو احنا جينا بصينا كده على القانون ده احنا ممكن نطلع منه شوية قوانين تانية. زي ايه? لو انت جيب بصيت كده معي احنا ممكن نيجي على جنب. واجه اقول لك ان شدة الطيار بيساوي في على ار. صح ولا ولط? اه. فارح اشيل الاي اللي هنا وحط ما كانها ايه? في على ار. فلو جيت بصيت القانون بصيبه كده. شيل الاي وحط ما كانها في على ار. وانت معاك هنا في. اللي هي ديت صح? فبقت في في بقيت ايه? شاطر في تربيع على الار. جميل جدا. طب انت يا شاطر هتقولي لا يا مسترحة انا عندي بقى طريقة تانية. هتقول لي ايه? هتقولي طب ما هي الفي بتساوي اي في الار. هقول لك شاطر. هتقول لي انا ممكن اشيل بدل ما بشيل الاي اروح اشيل الفي. وحط بدل الفي اي في الار. وانزل الاي دي. زي ما هي? فبقى عندي اي في اي باي ايه? شاطر بقى بتساوي اي تربيع في الار. جميل جدا. دي قوانين ايه محترم? دي قوانين القدرة الكهربية. جميل جدا. يبقى انت كده عندنا كم قانون لقدرة كهربية? شوية القوانين الحلوة ديت وهنضيف كم قانون كمان شوية. جميل جدا. دي قوانين اسمها القدرة الايه? الكهربية. جميل اوي. طب تعال لك كده يا بشوانجيس نتكلم مع بعض على حاجة تانية كده سهلة وجميل اوي. ايه هي? اقول لك طيب هو مش اللمبة بتاعتي او الجهاز بتاعي بيستهلك طاقة كهربية? اقول لك اه طبعا بيستهلك طاقة كهربية. طب يعني ايه بيستهلك طاقة كهربية مستر احمد? اقول لك انا. لو احنا جيت بصينا على القدرة الكهربية بشكل تاني. هنلاقي فيها اللي احنا بنحول الطاقة الكهربية اللي ايه جيالك? الى حاجة تانية. حاجة تانية زي ايه يا مستر احمد تعال اقول لك كده. بص با كده الطاقة الكهربية بتتحول لايه في الاجهزة? صلى على النبي. لو انا بتكلم كاللمبة اللي عندك دي فهبتتحول لطاقة ضوئية. وطاقة حرارية. جميل. اه يا مستر انا كده فهمت. فمعنى كلمة القدرة الكهربية يعني ايه يا مستر احمد يعني القدرة المستنفزة. يعني ايه مستنفزة? اللي هو الجهاز بتاعه بياخد الطاقة الكهربية بتاعته وبيستهلكها. او بيحولها لحاجة تانية. اه فهمت انا كده. يبقى قدرة الجهاز يعني ايه? يعني عبارة عن الطيار اللي بياخده في الفرق الجهد اللي مطبق عليه. ويحوله لطاقة تانية. زي طاقة ضوئية. او طاقة ايه? حرارية. جميل جدا. ممكن خلي باكي يحولها لايه تاني? ممكن يحولها لطاقة حركية. زي بالزبط اللي بيحصل في العاب الكهرباء. زي اللعبة كده بتاعت العربية اللي هي بتشتغل بالايه? بتشتغل بالكهرباء عندنا. جميل. اه حط لها الحجر بتاع الريموت وتشتغل عندك. وهكزا. ايب انت الطاقات اللي عندك دي بتتحول الى طاقات تانية. وبنسمي التحول ده بنسميه قدرة مستنفزة. او قدرة الايه? القدرة الكهربية بتاعت الجهاز بتاعك. يعني هي بقى تاني. يعني قدرة كهربية او القدرة المستنفزة لرمزها بي دابليو. هي عبارة عن الطاقة الحرارية. الطاقة الكهربية اللي دخلها الجهاز وبتتحول لطاقات تانية. جميل جدا. فانت دلوقتي هتسألني سؤال خاصة يا مسترحمة انا فهمت. يعني قدرة يعني انا باخد الطاقة الكهربية تخش جوه الجهاز بتحوله لطاقة تانية. كل جهاز لي قدرة معينة. يعني كل جهاز بياخد طاقة معينة من الكهرباء بيحولها لطاقة تانية جديدة. جميل جدا. هتقول يا مسترحم مش انا كده بستهلك الطاقة ديت. مش انا كده بستهلك الكهرباء اللي بتخش. اه طب انا عايز عارف الطاقة بتاعت المستهلكة ده قد ايه? الطاقة الكهربية اللي انا بستهلكها دي. قد ايه? اعرفها ازاي? هقول لك اصلا على النبي. لو انا جيت قلت لك انت عندك يا محترم لمبة بالشكل ده كده. لو عندك مسلا سماعة. السماعة دي يا محترم بتشغل انت مس عليها قرآن ولا اي حاجة بالشكل ده. القرآن بتاعك اهو طالع من الايه? من السماعة بالاتجاهين دول. طبعا انت عشان تشغل السماعة بتاعتك دي محتاج تدخل لها طاقة ايه? كهربية. صح? فبيتوصلها بالفيشة او بتوصلها بايه? عن طريق ايه? الحجر بتاع الموت وهكذا ايا ان يكون يعني سواء كان موبايل بطالية الموبايل او كان مسلا ان صب فبتشغلوا على ايه? على مصدر الطاقة الكهربائية على طول بتحط الفيشة على طول في الايه? اه السلك في الفيشة ويشتغل على طول. جميل جدا. فانت في الحالة دي الجهاز مسلا بتاعك ليه قدرة كهربائية بي دابليو. مثلا بقولك بتساوي كيان بتساوي عشرين واط. حلو اوي. اه فانا بقولك عشرين واط انت مثلا لو انت حطه في الفيشة فانت مثلا الفيشة اه في مصر مثلا بنشغل على ميتين وعشرين فولت. حلو. يبقى الفي عندك بتساوي ميتين وعشرين ايه? ميتين وعشرين فولت. جميل او الكلام ده. فيه طيار داخل لها. صح? الطيار هيدرب ميتين وعشرين اللي هو عن طريق القدرة المستهلكة بتاعتك اللي هي عبارة عن ايه? العشرين واط. جميل جدا. طب يا مصر رحمة. هو مش الجهاز بتاع ده عمال يحول في الكهرباء اللي جايله. يحولها الطاقة صوتية. اه اللي انا بشغل بقى بقى القرآن. اه يا مصر رحمة. طب هو بيستهلك طاقة قد ايه? اقول لك لو انا عايز اعرف بيستهلك طاقة قد ايه? اقول لك الطاقة المستهلكة اللي رمزها دابليو. الطاقة المستهلكة بتساوي. طب الطاقة الكهربية دي بتساوي ايه يا محترم الطاقة القهربية المستهلكة. اقول لك انا هو مش الجهاز بتاعك مثلا. بيستهلك عشرين واط. اقول لك اه. طب خلال ثانية بيستهلك عشرين واط. طب بعد ثانيتين. اربعين بعد ثلاث ثواني. ستين. بعد اربع ثواني. ثمانيين وهكالي صح? فالله خلاص يبقى الطاقة القهربية المستهلكة. عبارة عن القدرة القهربية. في مين? في الزمن. اه يبقى انا فهمت كده. يبقى لو الجهاز ايه? قدرته عشرين واط خلال ثانية. يبقى لو خلال ثانيتين اعوب بقى عن التيب كام? باتنين. خلاص يبقى ده مسلا عشرين واط. رقم ده دايما ثابت. كل جهاز القدرة بتاعته ثابت. هم بتتغيرش. بس الطاقة الكهربائية المستهلكة هي اللي بتزيد. بتزيد ازاي? كل ما بيزود الزمن بتاع التشغيل بتاعها. فلو ثانية فبقت الطاقة المستهلكة اتنين في عشرين في عشرين. جميل قوي. طب يا مساء رحمة. لو خلال سانيتين فقول لك يبقى اتنين في عشرين. طب ثلاث ثواني. ثلاثة في عشرين. اربعة ثواني. اربعة في عشرين. لو انت تجيب بسيت هتلاقي القدرة بتاعتك سابتة. طبعا ما هو الجهاز بصنعه بيستهلك طاقة معينة. خلاص هي قدرته كزا. زي اللمبة بتاعتك عشرين واط. خلاص هي عشرين واط. ولكن ثم تشغلها هي هتفضل تستهلك عشرين واط بس? لا طبعا. على حسب زمن التشغيل فشغلتها ثانية. هتشغلك ثواني ثمانين نواط وهكزا. فتبقى الطاقة الكهربائية المستهلكة عبارة عن ايه؟ عبارة عن القدرة في الزمن. وهنا بقى ان نبتدى نلعب مع بعض. نلعب ازاي? كالتالي. ممكن اقول لك القدرة بتساوي i في ال v. حلو. منزل ال t فبتساوي i في ال v في ال t. ادي قانون تاني القدرة. ممكن اقول لك اشيل حتة القدرة دي وحط مكانها v تربية على r. فبقيت v تربية على r في ال t. ادي قانون تاني لقدرة. طب ايه تاني. ممكن اشيل القدرة وحط مكان اي تربيع في الار. اي تربيع في الار. فكده انت بقى عندك كم قانون? ادي عندك ادي قانون اتنين تلاتة اربعة. بقى عندك كم قانون? بقى عندك اربع قوانين لمين يا محترم للطاقة الكهربية لايه? المستهلكة. طيب في قوانين تاني اه يا مستر احمد. ممكن اروح قولك ايه? ممكن اقولك بتساوي الجميل. طب ممكن اقولك ايه تاني? اه ممكن اقولك يا محترم. اه القدرة اللي عندك هنا اصلي عن النبي. مش عندي الطاقة الكهربية بتساوي في في كيو? اه اقولك خاص ما انا ممكن القدرة اضيف لها قانون تاني. ايه هو? صلي عن النبي. هي مش عندك الطاقة الكهربية. الطاقة الكهربية بتساوي. اه وبالتالي بقى البي يبقى انت عندك القدرة بتساوي ايه كمان بتساوي الطاقة المستهلكة على الزمن لاب ثانية واحدة ايه مش الطاقة بتاعتي بتساوي في في كيو اقول لك اه ممكن اشيل الطاقة وحط مكانها في في كيو على ايه على تي جميل اوي هكذا نجمع كل القوانين دي كده مع بعض هنا كده صلي على النبي يبقى احنا قلن القدرة بتاعتك شكل انهائي بالقوانين قدرة الجهاز المستهلكة البي دابليو بتساوي هتساوي ايه محترم ممكن اقول لك بتساوي الطاقة على الزمن حلو ممكن اقول لك بتساوي في في كيو على تي حلو طيب انت لو انت شاطر هتقول لي هي في كيو دي جات منين هقول لك صلي عليش فقع فيك يعني اصلا طاقة يعني اصلا انسان بازل طاقة اقول لك يا عبر عن بازل شغل هي القدرة على بazل الشغل ودي انت ختاف تاني سنوي خلي بقى لك ختاف قولة سنوي قولة سنوي اه خدتا في قولة سنوي الترمي التاني في اخر الترمي عندك طبعا بس انا عارف متأكد انك مش فاكر حاجة يعني فانت يا محترم الطاقة بتاعتك لرمزها اي اصلا كان برضو بتساوي الشغل رمزه و والشغل كان عبارة عن ايه ما انا عارف ان الفرق الجهد بيساوي الشغل على الكمية وبالتالي يا محترم لو انا عايز الشغل فالشغل اللي هي باية تعتبر عندي الطاقة برضو فلايه هتساوي ايه الفرق الجهد في الكمية اللي هي في في كيو جميل اوي طيب بتاوي اي تاني ممكن اقولك بتاوي اي في الفي بتاوي اي تاني يا مسترحمة بتاوي اي تربيع في الار بتاوي اي تاني يا مسترحمة في تربيع على الار دي قانين مين دي؟ دي قانين القدرة الكهربية وعايزك كده تصلي على النبي وتركز في نقطة مهمة اوي المعلم ده سابت للجهاز الواحد يعني دايما سابت ما بتغيرش رقمه سابت جميل اوي طول ما الجهاز بتاعك زي ما هو حلو طيب الطاقة بقى بتاعتك بتساوي ايه صلي على النبي الطاقة بتاعتك دابليو هي عبارة عن قدرة في زمن حلو لو انت فكيت قوانين القدرة انت جبت الباقي فالقدرة عندك بتساوي ايه خلاص يبقى ممكن اشيله قدرة وحط مكانه دابليو على تيه اللي احنا اصلا بتساوي الو ممكن في في كيو على تيه فاتيه هتساوي في في كيو على طول او بتساوي ااااا performance اللهم اصلا على سيدنا محمد هتساوي الاي في الف في في تيه او بتساوي اي تربيع في الار في تيه او بتساوي تربيع على ار في تيه دي قوانين ايه دي قوانين الطاقة القهربية المستهلكة صلي بعلش حفيدك وركز معاين الطاقة بتاعتك عاد جدا بتتغير هي تتغير بمرور الزمن فاتخلي بالك او من النقطة دي جميل جدا ده فيديو كده لايت صغير يا محترمين عن القدرة الكهربية والطاقة الايه القهربية تعال حليك ايه كم سؤال عليها مع بعض صلعنا بيقولك اي وحدات التالية لا تكافئ وحدات الواط الواط ده عبارة عن ايه ده وحدة قياس القدرة الايه القدرة الكهربية البي دابليو ده وحدة قياسه الواط جميل والطاقة الكهربية وحدة قياسه الجول جميل او فقال لك اي الوحدات الاتية لا تكافئ وحدات الواط صالعنا بيه مش القدرة الكهربية هي بالواط اه فانا عجلني بتكلم عن القدرة ليه القهربية طب هي القدرة الكهربية بتساوي ايه؟ بتساوي شوية القانون اللي احنا تكلمنا عنهم دول مع بعض دول يا محترم فلو عايز اجيب وحدات قياس ممكن اقولك بص هاتم القانون ده كده هتساوي ايه هتساوي الجول لكل ثانية لو عايز اجيب ده فولت الكلام ده. تعال لو جبت هنا كده هتسوي امبير في بولت. بص كل دي وحدات قياس. تعال هنا كده امبير تربيع في اوم. تعال هنا كده هيبقى عبارة عن ايه? تربيع لكل اوم. شفت كم واحدة القياس? كل دي وحدات قياس مين? ووحدات قياس القدرة الكهربية. وتخلي بالك او من النقطة دي عشان بيحاول يلعب عليها اكتر او في الاسئلة. ليه الازهر بالاساس? صلي كده على النبي وركز معي. يبقى دي كده لوحدات القياس بتاعت القدرة الايه? بتاعت القدرة الكهربية. طيب تعالك نجيب وحدات قياس لمين? نجيب وحدات قياس للطاقة القهربية. الطاقة القهربية واحدة القياسها هي الجول. يعني طبعا الواط. مش هي اساسي. حيلو. جول. فلا ممكن لك ليه وحدات قياس ثانية. زي ايه? دي بالواط لكل ثانية. هنا هيبقى عبارة عن ايه? عبارة عن في كولوم. جميل اوي. تعال هنا بيساوي تاني بيساوي امبير في فولت في ثانية. حلو. ده بيساوي ايه? عبارة عن امبير تربيع في ثانية. حلو بيساوي ايه تاني? ده عبارة عن فولت تربيع في الثانية لكل اوم. عشان مقصومين على ايه? على الاوم. دي وحدات قياس مين? دي وحدات قياس آآ الطاقة الكهربية. وخلي بالك الطاقة ممكن بدلا نقول رمزها دابلي لا رمز الشغل. ولك رمزها ايه? عادي جدا. اللي اتنين اصلا زي بعض. خلي بالك دايما الطاقة. المستهلكة بساوي شغل المبزول. الطاقة. المستهلكة. بتساوي دايما ايه? الشغل. الشغل الايه? المبزول. جميل اول كلام ده. فايه الوحدات بقى اللي لا تكافي? جول لكل ثانية. لسه إلينا من شوية. فمش دي الاجابة بتاعتنا. اه امبير في فولت قلناها فدي مش مش تابعنا. حالنا نتدور على الاجابة الغلط. تقال لك لا تكافي. امبير تربيع في اهم تعال نتجع كيه بص. امبير تربيع في اهم اه موجودة عندنا. فدي برضوك صح مش نختارها. اهم تربيع في فولت دي مش موجودة فدي اكيد الاجابة ايه? بتاعتنا. جميل اول. تعال نبص كده على العلاقة البيانية اللي عندنا دي. تقال لك. الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين القدرة المستهلكة في موصل ومربع شدة الطيار المر فيه. فتكون قيمة المقاومة بتساوي ايه? صلى على نبي حتى تعلمنا مع بعض بنجيب الاسلوب ازاي? الميل صح? اه. بنقسم الرأسي على الافق. اللي هو دلتا بي دابليو على دلتا اي تربيع. حلو. ده اللي هيساوي ايه بقى محترم. خد رقمين من بي دابليو. انا اخب مسلا الخمسين. والاربعين لا تربيع العشرة يعني وياخب مسلا العشرين مع الاربعة. فجول الخاص يبقى خمسين ناقس عشرين على عشرة ناقس اربعة. ده هيساوي كام? خمسين ا Normal 20 و30 و10 ناقس اربعة بيساوي ستة. تلاتين عالستة فيها الكام فيها? اللهم صلى على سيدنا محمد. فيها الخمسة تلاتين عالستة فيها الكام فيها الخمسة. خمسة ايه بقى? خمسة اوم. دي كده المقاومة بتاعتنا اصلا. لو انت جيب بصيت على القدرة على الطيار تربيه هيديك اصلا على طول ايه? المقاومة بص. القدرة. اهي. وعندك الطيار تربيه والاقر. لو جبت الطيار التربيه ده النحية التانية هنا اسمها فهيديك الايه? القر على طول. جميل اوي. يبقى اللي جابعت بقى ايه? خمسة اوم. صلي كده عندي ايه بركز معي. قال لك سؤال خمسة وعشرين ده مهم جدا انا? مهم. قال لك اي من الاشكال البيانية التالية وعبنا العلاقة بين القدرة المستهلكة في الموصل يسر به طيار مستمر. والزمن تيه? لو انت جيب بصيت كده. القدرة المستهلكة بتاعتك. هيحصل لها ايه والزمن شغال. توقعك بصها ديك ايه خمس سوان تفكر. ربنا يدخلك الجنة يلي قلتلي الاجابة الف. ليه لسه ايه لك انا مش وها ورا قدرة الجهاز بتاعك تظلي سابتة. سابتة بمرور الزمن. انا اللامبة اللي انا جابها عشرين واط. طاب بمرور الزمن والله هتفضل عشرين واط مش هتتغير صح? بس ايه اللي بيتغير? الطاقة الكهربية بتاعت المستهلكة. وبتالي القدرة تظلي سابتة بمرور الزمن ولكن الطاقة الكهربية بتزداب بمرور الزمن. فنخش كده على السؤال اللي بعده آه اهي. قال لك اي من الاشكال البيانية التالية ومثل العلاقة بين الطاقة القهربية. المستلكة في المصر. يسر بيه تايار مستمر ولا ايه? والزمن. شغط اقول لي العلاقة بين علاقة ايه? طردية يا مصراحة ما انا تعلمت خلاص ما هي القدرة سابت ما هي الطاقة بتساوي القدرة? في الزمن. ادام من المعلم ده ثابت. ده كده ثابت. ايبه كده التناسب الطرد بين الاتنين دول. ما انا عارف ما هو لازم ادام في تناسب واحد يزبط. فده سيبت بقى طاقة بتزداد كل ما الزمن بايه? بيزيب معي. فالعلاقة تبع علاقة ايه? طردية. جميل اوي. تعالي اخو كده السؤال كمان. صلي كده على النبي. بيقول لك ايه? بيقول لك في السؤال رقم تمانية وعشرين مروحة كهربية مدون عليها. بص المروحة مدون عليها ايه? ميتين وعشرين الى ميت واط. جميل. اه ميتين وعشرين ايه دي ميتين وعشرين فولت ماشي? اشتبه انت عارف برض ده ميتين وعشرين فولت. يعني ده فرق الجهد من طرفيها. والميت واط دي القدرة بتاعتها. جميل اوي. قال لك وسخان كهرابي مدون عليهم. ميتين وعشرين فولت برضا. يعني انها بشتغلها ميتين وعشرين فولت. طبعا معظم الاجهزة اللي في مصر بتبقى ميتين وعشرين فولت. لان اصلا الجهد اللي طالع من اللي فيش عندنا في مصر ميتين وعشرين فولت. جميل جدا. طبعا في اجهزة تانية بتبقى اقل او ازيد او هكزا ودي بنعملها حاجة اسمه محول. والمحولات ان شاء الله نتكلم معناها مع بعض في البفاصل التالت بازن الله. ودي القدرة بتاعتها آآ الف واط. قال لك في ان مقاومة السخان مقارنة بمقاومة المروحة الكهربية. حلو. هنجيب اول حاجة مقاومة المروحة. انت عندك فرق جهد. وعندك قدرة حلو. مشان عندي القانون يقول ان القدرة الكهربية بتساوي فرق الجهد تربية على الار. انت معكش اي خطي بالك. اه. فلو عايز الار يبقى الار بتساوي فرق الجهد تربية على القدرة. البي دابليو. حلو قوي. اه البي الفي تربيع بكام? او راحقول لك ميتين وعشرين تربيع على المية. على الالة كده حسابها معي. هتجي تقول لي. ميتين وعشرين تربيع على المية. ده اللي هيديكا محترم ربعمية. اربعة وتمانين قوم. حلو. تعالوا بنجيب ايه? القدرة للسخان. بي دابليو للسخان عندي بيتساوي كام? بتتاوي الف. حلو. الف واط. وفرق الجهد بيساوي ميتين وعشرين فولت. انا عايز الار. الار هتساوي ايه? هتساوي البي تربيع على القدرة. حلو. البي تربيع بكام? ميتين وعشرين برضو. اه. اللهم اصلي على سيدنا محمد. تربيع على القدرة اللي هي بتتاوي كام? القدرة عندي بتتاوي الف. واط. لاجه ولا خلاص يبقى هنا على الالف. 22 تربية على الالف بتساوي. هتساوي اربعة تمانية واربعين وايه? واربعة من عشر اوم. اه مقاومة قالك فان مقاومة السخان مقارنة بمقاومة ما راح تكون ايه? طبعا مقاومة السخان اقل من مقاومة الايه? اقل من مقاومة المروحة. جميل جدا. ده بالنسبة للسؤال ده يا محترم. اه بقية الاسئلة بابتاتك هتبقى واجب. الواجب بتاعك هيكون من سؤال تلاتة وعشرين صفحة تمانية. لحد سؤال اه التسعة وعشرين. وبنعتذر لحبيبنا طلاب المنصة الجميلة بتاعتنا عن التأخير ولكن والله كنا تعبانين جدا الفترة اللي فاتت. فنسأل الله الشفاء العاجل. دعوتكم ان شاء الله بالشفاء العاجل. دي كانت محاضرة صغيرة جدا عن القدرة الكهربية والطاقة الكهربية. كان معاكم استرحمة العاطف. اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية في امان الله. السلام عليكم.